اهلا بكم مجددا قتل قيادي وعنصر في الجيش الوطني بقصف ميليشيا قصد لمواقع الجيش الوطني قرب بلدة عين عيسى شمال الرقب يأتي ذلك في إطار الاستفزازات المتكررة لميليشيا قصد ومحاولاتها التسلل للمناطق المحررة وكذلك استهدفها بالعربات المفخخة نتابع تقرير التالي ونعود للنقاش الفرح لهذا الموضوع على محور عين عيسى شمال الرقب تسجل ميليشيا قصد استفزازا جديدا بشنيها هجوما صاروخيا على مواقع الفصائل ما أدى لمقتل القيادي في جيش الوطني ماهر الحميدي وإصابة مرافقه بجروح وحسب مصادر في الجيش الوطني فإن قصد استهدفت عناصره خلال توجههم لمكان منوبتهم قرب بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد وقصد وهو ما يتعارض مع مزعم الأخيرة بأن الحادثة وقعت حين أفشلت هجوم الجيش التركي والوطني بالقرب من الطريق أمفور غرب بلدة عين عيسى في غضون ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل وميليشيا قصد على محاور قرية هوشانا قرب البلدة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا قصد التي ما تنفك تستهدف المناطق المحررة بالمدفعية والصواريخ أو المفخخات ولعل مدن وبلدات تل أبيض والسدوك والباب عفرين شاهدة على ذلك كما حاولت ميليشيا قصد أتسلل نحو تلك المناطق منتصف الشهر الحالي غير أن القوات التركية أفشلت تلك المحاولات معلنة مقتل العشرات من عناصر الميليشيا تزايد استفزازات قصد طرح تساؤلات عن انعكاسات ذلك على شمال شرق سوريا وعما إذا كانت جانب التركي سيكتفي بالرد أم أنه سيشن عملية عسكرية ضد قصد كعملية نبع السلام التي أطلقها في تشرين الأول الماضي لكن ثمت من يرى أن تركيا لا تريد إغضاب أمريكا مجددا بصفتها حليفة لقصد كما أنها أي تركيا لا تملك رفاهية خوض حرب جديدة شرق الفرات وهي التي لم تحسن بعد ملف إدلب وفي الحديث عن أمريكا يذكر أن الرئيس ترامب ألمح قبل أسبوع عن استعداد تركيا والمقاتلين الأكراد لإبرام اتفاق السلام لكن لم تتخذ تركيا ولا قصد أي إجراءات عملية تشيي بقرب توقيع اتفاق السلام لبل شهدت المنطقة تطورات تنسف أي بوادر اتفاق لا سيما بعد الحديث عن تمرض لعناصر داعش في الحسكة وقبله إطلاق قصد لصراح العشرات من أسر التنظيم وهو ما فسره كافيرون أنه محاولة من قصد لخلط الأوراق شمال والشرق السورية وإعادة التذكير بأهمية دورها العسكري بعدما انتفى ذلك الدور إثر القضاء على تنظيم داعش قبل عام تقريبا يرى كافيرون أن قصد تستثمر في الفوضى شرق الفرات خاصة بعد حديث تركية عن إسكان نازحين في منطقة نبع السلام وتمويلها من عائدات النفط وهو ما ترفضه قصد ونظام أسد وربما يعارضه الروس أيضا وللحديث أكثر ينضم إلينا المحلل السياسي عبدالباري عثمان معنا من غازي عنتاب كما ينضم إلينا أيضا المحرر في شبكة الشرقية 24 معنا النايف معنا من اسطنبول مصالخير وأهلا بكم دعني أبدأ معك معا عن محاولات ميليشيا قصد لاستفزاز الجيش الوطني وأيضا القوات التركية المتواجدة إلى جانبه نعم مساء الخير لك والضيف الكريم ولمتابعي في فيزيون أوريانت تستمر المناوشات قبل حدود السورية التركية شمال محافظتي الرقة والحسكة ولعل القرى والبلدات المحيطة دعين عيسى شمال الرقة هي المناطق الأكثر أربع للخروقات حيث تشهد محاولات للتسلل من قبل قصد ليرد عليها الجيش التركي والفصال المدعومة من قبله بقصف مدفعي على مواقع لميليشيا النظام وقصد يوم أمس قامت قصد باستهداف سيارة قرية أغسليبي شمال عين عيسى كان يستقلها أحد العناصر البارزين من الجيش الوطني مع اثنين من أولاده بصاروخ حراري أدى لمقتله كذلك شهدت من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني والتركي قصفا مدفعيا ورمايات من قبل قصد رد عليها الجيش التركي باستهداف مواقع قصد في قرى العوض والدبس وهوشان والخالدية وحقل الرمي غرب عين عيسى كما أعلنت الفصائل والجيش التركي عن مقتل تسعة من عناصر بيكي كي وبيا ديف بعد محاولة تسلل فاشلة إلى مناطق نبع السلام هناك استفزازات تقوم بها ميليشيا قصد دائما في محاولات تقدم إلى مناطق نبع السلام أو هناك استفزازات تقوم بها هذه الميليشيا للجيش الوطني وتحريك عصابات داخل مناطق نبع السلام لضرب واغتيال عدد من عناصر جيش الوطني أو ضرب دوريات للجيش التركي في هذه المناطق على الرغم من الأنباء أو التسريبات أو التصريحات الأمريكية عن وجود نية ضد الأتراك بالوصول إلى تهدئة إلا أن الوقاعة حتى الآن ليست تنفي ولا تؤكد ذلك سنتي على هذه النقطة معا ولكن دعني أرى رأي الأستاذ عبد الباري بما تقوم به ميليشيا قصد اليوم في تلك المناطق كيف تنظر إلى هذه الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيا قصد أستاذ عبد الباري وبرأيك ما هو الغرض منها مساء الخير لألك ولمشاهدين أوريانت ولضيفك العزيز أهلا فيك الحقيقة ساحة سورية هي ساحة معارك بين كل الأطراف التي تصارع على الجغرافية السورية بالكامل لكن أعتقد هناك جهات تعمل عمليات متفرقة بأماكن متفرقة من الجغرافية السورية ودائما تضعها برقبة جهات آخرين هلا قصد أنا بقناعتي وقف أطلاق النار اللي أعلنوا عنها ولقد ترحيب حتى من الجانب الدولي أعتقد هي مرتبطة بالتفاهم أو الحديث اللي حكى عنها ترامب فلذلك قدر الإمكان قصد راح تكون ملتزمة بقدر الإمكان حتى لا تعمل إشكاليات أكتر مع تركيا يعني أنا هون بتذكر بحرب عنقيد الغضب الإسرائيلية على لبنان يوم اللي أعلن حسن نصر الله لو كنا نعرف أنه هل أدي حيكون فيه دمار وخراب وما كنا قمنا بهذه العملية أعتقد أيضا قصد حاليا اليوم عرفت قوة تركيا وعرفت هديش فيها تتأسر على الشارع فقدر الإمكان بدأت تحاول أن تهدي الأوضاع وما تعمل كثير إشكاليات وهناك التفاهمات حقيقية بين الطرفين هذه نقطة تدفعني لأستفسر منك أستاذ عبدالباري فقط يعني برأيك إذا قصد تسعى للتهدئة بحكم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال إنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق بين تركيا وقصد أو القوات الكردية التي تركيا على خلاف معها من المستفيد من هذه العمليات هل هي ميليشيا أساد هل هي بدفع من روسيا أم لمن توجه الاتهام خليني أخدمك بس بنقطة قبل ما أجاوب على هاي مشكلة المياه اللي نحن شفناها في محافظة الحسكة هي كانت نتيجة تفاهمات بين الروس والأطراق وقصد الماء مقابل الكهرباء وكان فيه خرق بالنسبة لهذه الاتفاقية وهلا صارت فيه اتفاقية جديدة وانحلت مشكلة المياه أما بخصوص من المستفيد من هذا حتما النظام بشار الأسد بالدرجة الأولى ومن بعده الإيرانيين اللي بيشوفوا أنه قد يطلعوا من المائد السورية صفر اليدين حقيقة لأن الاتفاق اللي صار بين تركيا وروسيا ومن خلفهم الأمريكان أبعدوا نهائيا الإيرانيين من هذه التفاهمات ويبدو أن الاتفاق الأخير بين الجهات الأمنية أو الأمن القومي بين الأمريكان والروس والإسرائيليين ذاهبين بهذا الاتجاه أنه يخففوا الدور الإيراني أو ينهو الدور الإيراني بالمناطق اللي تكون بالقرب من مناطق خارج سيطرة النظام بالدرجة الأولى لذلك أرى أن المستفيد الأول هو النظام السوري والإيرانيين نعم طيب أستاذ عبدالباري يعني اليوم ما هو دور روسيا بما يجري برأيك روسيا يعني وصلت لقناعة تامة بأنها ليس بإمكانها السيطرة الكاملة على الجغرافيا السورية وإعادتها لسلطة النظام لذلك أعتقد ذاهبين بالتفاهمات جدية هالمرة مع تركيا ولأول مرة مع العلم أنه في مناطق يعني إذا حكينا عن منق وترفعت هؤلاء المناطق خارج سيطرت النظام وتحت سيطرت القصد وبحماية روسية أصبح الأمريكان يدخلوا بشكل قوي بأنه لا يجوز هذه التجاوزات تحدث بهذه المنطقة والاتفاقيات مع تركيا جارية على الأرض بخصوص إدلب فالروس يعني خاصة بعد انتشار كورونا والتسريبات اللي ظهرت بأنه هناك أكثر من 114 ضابط أو عسكري في قاعدة حميميم أصابي بكورونا وتوفو فأعتقد الموقف الروسي هيكون بجانب التهدئة والالتزام بما تم التوافق عليه مع تركيا طبعا وهناك ضغط أمريكي بهذا الاتجاه معا يعني إلى الآن تقوم تركيا برد محدود على ما تقوم به ميليشيا قصد من عملية استفزازية على حدودها من عين المكان أو بحسب المعلومات المتوفرة لديك هل ترى بأنه هناك حشود عسكرية هل ترى بأنه من الممكن أن يكون الرد أكبر مما نراه اليوم نعم أحلام العملية التي أطلقتها تركيا منذ أشهر والتي سمتها نبع السلام هي شبه متوقفة أو تشهد تهدئة أنصح التعبير منذ أسابيع وحتى الهجمات التي شنتها كانت خطواتها حذرة جدا بعيدة عن التصعيد في أقصى حالاتها الأمر الآخر وهو دخول النظام والروس على إدخال ميليشيا قصد لهم والجميع يرى ويعلن تصرفات هذه الميليشيا التي تدفع حتى بالأكراد وقضاياهم في سبيل مصلحة وجودها إلا أنها تلقت صفعة من الروس أولا الذين قدموا عرضا لقصد حين شعرت ببوادر لتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عنها وجرى اتفاق على تسيير دوريات للنظام والروس في المنطقة من ثم جرى اتفاق روسي تركي بالإضافة لتصريحات نظام الأسد نفسه والذي لا يملك قرار في سوريا بعدم الاعتراف بالميليشيات وعدم القبول بشروطها وهنا لا بد أن ننوه بحسب ما ورد عن اجتماع مظلوم عبدي في قاعدة حميميم مع الروس عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا في أكتوبر من العام 2019 بأن عبدي قدم الكثير من الانتيازات للنظام في المنطقة ومن ضمنها اعتراف الميليشيات التي يقودها بشرعية نظام الأسد وأن لا وجود لخلافات فيما بينهم بل على العكس استمر التنسيق بين الميليشيات وبين ميليشيا أسد طوال فترة سيطرتهم على المنطقة وهي التي رعت وجودهم في مطار القامشلي والمربع الأمني في مدينة الحسكة ليعز الروس للميليشيات بفتح خط التنسيق المباشر مع علي مملوك وكلنا نعلم بهذا التنسيق والإشارة هنا بحسب معلومات وردت لشبكتنا شبكة الشرقية 24 عن تنسيق للميليشيات ميليشيا قسد مع الميليشيات الإيرانية التي تتواجد بالحسكة بقيادة الحاج مهدي بشكل إداري ومن المتوقع أيضا إدخالها عسكريا في المنطقة في حال شهدت تصعيدا من الجانب التركي طيب معني هل ترى بأنه ما يجري اليوم هو بدفع من الميليشيات الإيرانية في مناطق عين عيسى والرقة والتي كما نعلم أنها تسعى للتغلغل أيضا في تلك المناطق نعم أحلام جميعنا يعرف أن هناك داخل ميليشيا قسد أو داخل الأحزاب الكردية هناك تيارات موجودة تيار مع الاتفاق مع أنقرة وتيار ضد الاتفاق مع أنقرة كذلك الأمر في المناطق الكردية أيضا هناك الكثير من الناس يرون أن يجب أن يتفقوا مع الأتراك في المنطقة بشكل عام لأنهم يروا مصلحتهم كما هناك أعداد كبيرة وأحزاب مثل بيكيكي وبيدي وهذه الأحزاب لا تريد الاتفاق مع تركيا ولا تريد التنسيق معهم حتى وهم الآن ونحن نؤكد وهناك صفحات وهناك معلومات لدينا تنشر بشكل يومي فيديوهات لاستهدافات للجيش التركي وهي ليست صفحات إيرانية أو صفحات موالية للنظام الأسد هي صفحات لميليشيات لهذه الأحزاب لميليشيات كردية أو لميليشيات تابعة للقسد طيب أستاذ عبد الباري أمام هذه الاستفزازات التي تقوم بها إن كانت ميليشيات قسد مدفوعة بميليشيات إيرانية أو ميليشيا أسد كيف ستنعكس هذه الاستفزازات اليوم على ميليشيا قسد ألا تخشى من أن تستمر تركيا بعملية نبع السلام التي كانت أوقفتها باتفاق أمريكي أو بتهدئة بصيغة سياسية أستاذ أحلام أعتقد هي جزئيات صغيرة أمام المشهد الكبير حاليا بالساحة السورية أعتقد القراءة بدأت تغير خاصة بعد تفاهم التركي الروسي بمباركة ضمنية من الاتحاد الأوروبي والأمريكان لن يؤثر نهائيا على العملية السلام هناك مخطط جاري بأن المنطقة فعلا ستكون بالفترة القريبة خاصة بوجود كوفاية 19 والكميات الهائلة اللازمة لمقاراة هذا الوباء فأبدا ما هيأثر هذه الاستفزازات من أي جانب كان على العملية السياسية أو حتى العسكرية على الجغرافية السورية يبقى أنه قد إلى أي مدى الأطراف النافذة بإمكانها تضبط هذه الجهات يعني أنا بقناعة القصد ليس بإمكانها تتحرك خطوة واحدة إلا إذا كان هناك توافق أمريكي على خطواتها كذلك بالنسبة للفصائل لا يستطيعون التحرك بأي اتجاه إن لم تأخذ الضوء الأخضر من الأطراف فإذن عملية هذه الاستفزازات ستكون صغيرة جدا لأنه قراره الأساسي بالأخير يعود للدول النافذة وهي اللي بدأ تمشي المخطط الجديد يبقى نتمنى على أهلنا وناسنا أنه فعلا يحموا حالا منها هذا الوباء والحلول العسكرية أعتقد ستنتهي في مدة قريبة جدا بعد إنهاء الدور الإيراني بأطراف مناطق خارج سيطرة النظام كان بشرق الفرات أو منطقة هدلب وريفها شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الباري عثمان المحلل السياسي كنت معنا من غزي عنتاب أشكر أيضا معن النايف وهو محرر في شبكة الشرقية 24 كان معنا من إسطنبول بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة من هنا سوريا أعود وألقاكم غدا بإذن الله اشتركوا في القناة